سوريا الآن وبشهادة المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته الرسمية والأهلية باتت البؤر الأهم للإرهاب الدولي ومع تصاعد التحركات لإطلاق حوار سياسي لحل الأزمة السورية فإن الأطراف الفاعلة في الأزمة أرادت أن تصنف الجماعات المسلحة في سوريا لتحدد الإرهابية منها التي لا يمكن لها المشاركة في أي عملية سياسية وتلك المعارضة أو ما يعرف بالمعتدلة لكن التساؤل الأبرز يبقى بشأن معايير التصنيف وأسسه والكيفية التي يمكن بها جمع المقبولين دوليا في بوطقة معارضة واحدة وتحييد المرفوضين والقضاء عليهم مع العلم بأنهم الأقوى الآن على الساحة السورية لمناقشة هذا الموضوع معنا من أسطنبول عضو الائتلاف الوطني السوري ورئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق سمير نشار ومعنا من السوق المتحدث الرسمي باسم تجمع عهد الكرامة والحقوق ماجد حبو أيضا معنا من القاهرة مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حسن أبو طالب أذكركم مشاهدين أن بإمكانكم أيضا أن تشاركوا معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيوفي دكتور سمير سأبدأ معك مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن التصنيفات التي كثر الحديث عنها في الأون الأخيرة تصنيف المعارضة السورية هناك من يحاول أن يجد فئات من هذه المعارضة ما هو مقبول ما هو غير مقبول ما هو معتدل ما هو نصف معتدل ما هو إرهابي وكل هذه الأمور من الذي سيضع برأيك أولا المعايير التي تحدد كل هذه الأمور يعني أعتقد أنه ربما هناك توجه روسي من خلال مؤتمر فيينا للعمل على هذا الموضوع ولكن أعتقد أنه قضية المنظمات الإرهابية وخاصة في سوريا من الصعوبة بمكان تحديد ضوابط أو معايير لما هي التطرف أو لما هي الإرهاب خاصة أن الصراع ما بين السورة السورية وما بين النظام السوري أدى إلى أفراز حالات من القمع الدموي في سوريا بحيث خلقت بيئة جاذبة وحاضبة للإرهاب في سوريا بحيث قدمت داعش ولقيت هذه البيئة نتيجة كما ذكرت أولا سياسات النظام وقمع الدموي ثانيا تدخل حزب الله وإيران ثالثا تدخل الأخير التدخل الروسي وآخرا هو تجاهل المجتمع الدولي لجوهر الصراع في سوريا وهو ثورة الشعب السوري الذي طالب بالحرية سوريا نهضت تقول سوريا بدها حرية قمع بإصلاق بالشابر الأسد ودعمه من قبل محور إقليمي ودولي بمنظمات إرهابية على رأس حزب الله والحرس السوري وأبو الفضل العباس وعصائب الحق والميليشيات الشعية الأخرى التي لا يعلم وقل الله أسمائها هذه أعتقد من الأسباب المهمة حتى الآن نتيجة عدم وجود استراتيجية سياسية لحل الموضوع السياسي في سوريا أعتقد أن من الصعوبة تحديد من هو المتطرف لأن هذه الساحة هي مثل الرمال المتحركة سوف تتوسع وتتمدد أو تتقلص ويتم القضاء عليها إذا شارك أولا وأخيرا أكسرية الشعب السوري من العرب السنة في قتال داعش كل التدخلات الإقليمية أو الدولية أو الفئوية لن تستطيع محاربة التطرف في سوريا طالما أن بشار الأسد لا يزال موجودا بالسلطة وطالما يكون بشار الأسد مدعوما من قوى إقليمية ودولية ليس فقط ما حدث في بيروت اليوم هو أحد تداعيات تدقل عزب الله في سوريا وليس ما حدث منذ فترة من إسقاط الطائرة الروسية وهي تحمل 224 هي نتيجة التدقل فقط الروسي في سوريا وإنما أعتقد أن الحريق السوري سوف يصل إلى جميع الأطراف التي تتجاهل جوهر وأس المشكلة في سوريا أن الشعب السوري يرفض الحلول الإقليمية يرفض التدخلات الدولية يريد فعلا دولة مدنية دولة وطنية تعمل على الهوية الوطنية السورية وتمنع كل هذه التداعيات أو التدخلات الإقليمية والدولية بشؤون الشعب السوري سأنتقل مباشرة إلى استوكولم سيد ماجد حبو المتحدث الرسمي باسم تجمع عهد الكرامة والحقوق مساء الخير أستاذ ماجد مرحبا بك معنا مصدر ديبلوماسي غربي يقول فيما يتعلق بمسألة اختيار الشخصيات المقبولة التي يمكن أن تمثل وفدا معارضا يشارك في أي عملية سياسية في المستقبل يقول هذا المصدر على كل بلد أن يقدم لائحة أسماء ويتم بعدها خفض عدد الأسماء إلى 20 أو 25 اسم ويوزعوا على لجنتين الأولى للإصلاح السياسي والثانية للأمن وهتين اللجنتين تعملان تحت إشراف الأمم المتحدة السيد ستيفان ديمستورا هل هذه آلية مقبولة يمكن من خلالها الوصول إلى وفد بالفعل يمثل شرائح مختلفة من المعارضة السورية؟ تحية إليك بالتأكيد لا الجواب قطعا لا السوريون هم الغائب الأكبر اليوم في كل ما حدث في تاريخ الأزمة السورية بداية منذ بيان جينيف منتصف 2012 ونهاية أو مرورا في كل المحطات ونهاية في فيينا العنصر السوري كان غائبا سواء نظاما أو معارضا وللأسف هذا العنصر السوري هو الذي فتح الباب بعض الأصوات السورية هي التي فتحت الباب واليوم تتباكى على الإرهاب الذي يضرب كما يقول محدثك من إسطنبول من القاهرة إلى بيروت إلى دمشق هم الذين قالوا أي سلاح في مواجهة النظام هو سلاح ثوري هذه العبارة هي التي فتحت باب الجحيم علينا تصنيف الأرهاب في سوريا ممكن وبسهولة جدا كل المجموعات المسلحة اليوم التي تحمل السلاح مدعوة أن تعلن موقفها من العملية السياسية من يقبل بالعملية السياسية التي أجمع عليها كل المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية هل هناك إجباع على عملية سياسية واضحة المعالم أستاذ ماجل برأيك؟ بالتأكيد ليست واضحة المعالم ولكن يجب أن نشترع الحلول يجب أن نبحث عنها جضبنا الحلول العسكرية وأثبتت فشلها أنا لا أقول أن كل الجماعات التي تحمل السلاح اليوم في سوريا هي جماعات إرهابية ولكن هذه الجماعات مطالبة اليوم أن توجه بندقيتها نحو الإرهاب الحقيقي والنزاعات الجانبية أو البينية الموجودة بينها لا تعطيها شهادة حسن سلوك كون النزاع بين جبهة النصر وداعش لا يلغي إرهابية الأثنين فكثير من الجماعات اليوم المسلحة في سوريا والمنضوية تحت أنوان إعلامي باسم الجيش الحض مدعوة اليوم لتحديد موقفها من العملية السياسية من يقبل بالعملية السياسية فهو شريك فيها هذه جيدة النقطة سأطرحها بعد قليل على الدكتور سمير أشوف رأيه فيها من يقبل بالعملية السياسية يمكن أن يصنف على أنه معارض مقبول على الأقل ولكن قبل ذلك أنتقل إلى القاهرة مع الدكتور حسن أبو طالب مساء الخير دكتور حسن مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نعود إلى نقاش كلاسيكي إلى حد ما من هو الإرهابي من هو غير الإرهابي الأمم المتحدة وعلى مدى عقود طويلة تحاول الوصول إلى تصنيف من هذا النوع بدون أي جدوى هل بالفعل يمكن أن تنجح هذه المرة بالمجتمع الدولي أن ينجح في الوصول إلى تصنيف على الأقل فيما يتعلق بالملف السوري اليوم أتصار أن هذه القضية سوف تكون معقدة للغاية وهي جزء منها مرتبط أساسا بتعقيد توصيف معنى الإرهاب ودعني أقول أن هناك عدد كبير جدا من الدول كل منها اجتهدت من وجهة نظرها وأطلقت ما يمكن أن تسميه بقائمة المنظمات الإرهابية من وجهة نظرها وربما كان آخر هذه القوائم علنته دولة الإمارات العربية في 30 نوفمبر العام الماضي حيث أدرجت 83 منظمة اعتبرتها منظمات إرهابية جزء منها يعمل في المنطقة العربية وجزء منها يعمل في أفريقيا وجزء منها يعمل في عدد كبير من بلدان العالم المختلفة هناك عدد كبير جدا من الدول أطلقت أيضا مثل هذه القوائم الولايات المتحدة، أستراليا، الاتحاد الأوروبي، مصر، سوريا مصر، روسيا، الهند وعدد كبير أيضا من هذه الدول بما في ذلك أيضا المملكة العربية السعودية قبل عامين هذا معنى إذا نظرنا إلى هذه القوائم سوف نجد القليل جدا من هذه المنظمات هو المتفق عليه ولكل دولة لديها معيار حيث تدخل منظمة تراها دولة أخرى أنها ليست منظمة إرهابي إذن فكرة المعيار الواحد الذي اجتمع عليه المجتمع الدولي أو قد يجتمع عليه المجتمع الدولي في تعريف ما هي الجماعة الإرهابية وما هي الجماعة غير الإرهابية ليس متفق عليه ويمكن الفكرة الكبيرة تتضح أكثر في العالم العربي في موقف الاتحاد الأوروبي وموقف الولايات المتحدة من حركة حماس على سبيل المثال وأيضا من حزب الله أيضا اللبناني إذن على الصعيد الدولي هذا الأمر معاقد لكن في سوريا أكثر تعقيدا لماذا؟ لأننا في بعض الأحالات لا نستطيع أن نعرف من هذه هي الجماعة يعني بمعنى آخر هذه الجماعة التي ظهرت واستخدمت السلاح ورفعت شعارات المعارضة ضد النظام أو ضد داعش هل هي بالفعل جماعة معارضة غير إرهابية؟ يمكن أن ينطبق عليها عدم استخدام السلاح لأغراض لا علاقة لها بالثورة السورية بمطالب الشعب الثوري؟ هناك فوضى في الحالة السورية بمعنى آخر يعني دعني أقول أنه أنا شرقت منذ عامين في دراسة لتحديد الجماعات السورية التي رفعت السلاح وجدنا أكثر من 107 منظمة أو جماعة حوالي سنة منذ بعد 16 حوالنا نعمل مراجعة وجدنا أن الأمر تقلص إلى 72 بعد ذلك عملنا مراجعة تانية وجدنا الأمر زاد إلى حوالي 95 والوضع يعني غير ظاهر بالمرة من يحارب هنا ومن يحارب هناك؟ ثم من الذي يحارب؟ يحارب من؟ وإذن الفكرة في هذا الإطرار يعني معيار الذي يقبل بالدخول في عملية سياسية أنا أتصال أنه معيار ربما يعمل عملية فرز يساعد في عملية الفرز ولكنه أيضا لن يكون معيارا ناجعا لماذا؟ لأنه البعض قد يعلن أنه مع العملية السياسية وفي نفس الوقت ربما يسعى إلى هجم هذه العملية السياسية وبالتالي وهناك أيضا كما استمعنا وكما هو معروف كثير جدا من الجماعات المعارضة المسلحة تأخذ دعما من قوى إقليمية قوى إقليمية سواء في صورة أسلحة أو صورة تدريب وبالتأكيد نفوذ هذه القوى الإقليمية على هذه الجماعة أكبر بكتير من نفوذ ما يمكن أن نسميه بيئة الأهداف العامة للشعب السوري في التحرر وفي إعادة بناء دولة وطنية تحافظ على الهوية العربية وتكون مقبولة من كل أبناء الشعب السوري وأتصور أن أنهار الدم التي سالت في الأعوام الأربعة الماضية حتى ما بين الكثير من هذه الجماعات بين بعضها البعض في محاولة الاكتساب أرضية للنفوذ في منطقة إقليمية معينة التصور أيضا سوف تكون لها دور سلبي كبير في معرفة من هو الإرهابي ومن هو الفصيل الثوري المسلح الذي يقبل بالمشاركة في عملية سياسية من أجل إعادة بناء سوريا دكتور سمير شو رأيك أولا هل يمكن بالفعل حصر أعداد الكتائب المقاتلة اليوم في سوريا نحن نسمع عن المجموعات الأكبر المجموعات الكبرى داعش جبهة النصرة أحرار الشام الجيش الحرب بفصائل المختلفة ولكن هل يمكن بالفعل حصر كل من يحمل سلاح اليوم على الساحة السورية السؤال الآخر ما رأيك بما قال الأستاذ ماجد يعني أنه بالإمكان بشكل سهل تصنيف من هو مقبول ومن هو غير مقبول من يقبل بالعملية السياسية كما يقول الأستاذ ماجد فهو معارض مقبول ويمكن إشراكه في أي حديث عن عملية سياسية في المستقبل يعني خليني أوضح نقطة بس للأستاذ ماجد يمكن نسيان أنه في عام 2011 و2012 ما كان في صراع مسلح بالشكل اللي موجود حاليا وما كانت موجودة جبهة النصرة ولا داعش في سوريا خلال عام 2011 تحديدا تسعة شهر من السورة ما في حدا رفع السلاح طيب كيف كانوا عبسط الشهداء؟ شهداء السورة المظاهرات والحراك السوري الذي كان يظهر في جميع المدن السورية ويتحرك رافعا شعارات مدنية ووطنية سلمية النظام السوري هو من دفع السوريين إلى حمل السلاح أولا للدفاع عن أنفسهم هذه حقيقة يجب أن يتأكد منها كل مراقب وكل محلل موضوعي الاستاذ ماجد إذا كان سوري وإذا كان عايش في سوريا وإذا كان متابع الأحداث في سوريا لازم هالحاقية ما تغيب عنه أبدا حتى يكون موضوعي رفع السلاح عسكرت السورة مضبوط صحيح ما كنا منحبه لا كنا منريد أن تدخل سوريا في هذا النفاق بس نظام مجرم نظام مجرم نظام يتمتع بقدرات على القمع والقتل مجربينه كل السوريين تؤسس على القمع والقتل أما فيما يتعلق في العملية السياسية فهذا كلام عمومي أنا بدي أحكي في حل سياسي بديك تقول لي شو جوهر الحل السياسي شو طبيعته أي حل سياسي يبقي بشار الأسد سوف يزيد التطرف ولن يجد حلا ولن يجد حلا في أرض الواقع على السوريين أنه يقدروا يقبلوا فيه بديك تقول حل سياسي بيخرج بشار الأسد ونظامه من الصورة ومن المشهد أنا أعتقد أنه أكثرية السوريين بتجي وأغلبية القوى الإقليمية والدولية أما إذا كان بنفس الوقت السوار إذا عندهم دعم متواضع من دول عربية ودول إقليمية وشقيقة النظام السوري عنده دعم بما لا يقارن بمئات المرات من إيران ومن روسيا بكل أنواع الدعم بما فيه التدخل العسكري المباشر ليس من الإنصاف وليس من الحقيقة أن يقال أن الدعم العبجي من السعودية أو من قطر أو من تركيا أو من الإمارات العربية المتحدة هو يعادل ما يقدم من قبل إيران ومن قبل روسيا هذا ليس عدلا وليس موضوعيا بالتالي وقتنا نحكي في الحل السياسي نقول شو شروطه شو جوهره شو أس الخلاف ما بين السوريين على شو أو ما بين السوريين والنظام السوري هذا فيما يتعلق بالموضوع ولكن هناك الآن نحن بصدد نقاش الأطراف التي ستشارك في الحديث عن هذا الموضوع الآن إذا لم يكن هناك اتفاق على الأطراف المشاركة فلا جدوى من بحث جوهر الموضوع يجب الاتفاق على من سيشارك في أي عملية سياسية في المستقبل أستاذ ماجد شو رأيك أستاذ مهند أستاذ مهند أستاذ مهند إذا كان الدول الإقليمية والقوى الدولية تنتدئ بمعارضين يمثلون مصالحها أكثر ما يمثلوا مصالح السوريين هذا لن يجد حلل لا في فيينا ولا في أي عاصمة أخرى إذا كان روسيا تجيب جماعتها وإذا كانت مصر تجيب جماعتها وإذا كان الدول الشقيقة والصديقة تجيب جماعتها معناته هذا المؤتمر لن يجد حلا حقيقيا يقبل به السوريين طيب برأيك من يجب أن يشارك من طرف المعارضة في أي مباحثات أو أي حوار جدي في المستقبل من؟ هل الائتلاف هو من يمثل المعارضة؟ هل هناك أطراف أخرى يجب أن تشارك؟ أنا أعتقد أن الائتلاف ربما ليس كافيا لحاله أنه والله يكون هو الممثل الوحيد ولكن الائتلاف هو المظلة الأوسع التي تمثل القوى السياسية والثورية في سوريا وهو من حاز على اعتراف أكبر عدد ممكن تجاوز الميد دولة من الأمم المتحدة وهو كان ممثل في كل المؤتمرات الدولية هذا لا يمنع أن بعض القوى الأخرى أن تشارك ضمن وفد الائتلاف أو تنضم إلى وفد الائتلاف تحت اسم المعارضة أو تحت أي عنوان آخر وتشارك ولكن يجب أن تتفق هي على رؤية سياسية هناك أطراف سواء كانت جماعة موسكو أو جماعة عواصم أخرى لا يسبب لديها مشكلة في بقاء بشار الأسد أكثرية السوريين وأكثرية السوار لا يقبلون ببقاء بشار الأسد وهذا هو جوهر الصراع حتى في فيينة طيب خلينا نسمع إلى الأستاذ ماجد إلى رد على بعض هذه النقاط أستاذ ماجد ما رأيك؟ أولا مسألة أن الائتلاف هو المظلة الأوسع للقوى الثورية وقوى الحراك في سوريا ولكن هذا لا يمنع من وجود مجموعات ربما وعناصر أخرى تشارك في أي عملية سياسية في المستقبل ما رأيك في ذلك؟ أنا أتشكر توضعه لأستاذ سمير نشار حقيقة أنه سمح للمعارضة الأخرى أن تحوز على صفة معارضة في الوقت الذي كان لوقت قريب هو يدعو أن الائتلاف هو المثل الشرعي والوحيد لست في حالة سجال ولا أريدها ولكن بالمحصلة يعني على الأقل يجب أن يكون الواحد يمثل جسم التنظيم الذي ينتمي إليه يعني أعتقد الأستاذ سمير نشار لا يمثل على دمشق اليوم فمن هو الشرعية؟ هذه مشكلة أخرى يعني بالعودة إلى سؤالك يعني أنا أظن يعني في محاولة توصيف أنه الواحد يجب أن يكون سوري هو فقط يعيش في سوريا على طريقة بشار الأسد أنه السوري هو فقط من يدافع عن سوريا قبل شوي استاذك استاذنا العزيز سمير يدعي بنفس الأمر وكليتنا منعرف أنه السلاح أو العسكرة هي كانت خيارا فضيدة على الشعب السوري ولكن لم يكن مطلوبة من القوى السياسية أن تؤدلج لهذا الشيء أن تؤسسه سياسيا بمعنى أن ننجر إلى المعسكر الذي يتفوق فيه النظام علينا كان المطلوب هو أن تمارس الحراك الثوري بسلميته كان يمكن تحقيق أكثر من هذه المكاسب كليتنا نعرف أن النظام لا يملك غير لغة العنف نحن تفوقنا عليه في لغة العنف وهذا ما هو أوصلنا اليوم إلى الارهاب الموصوف سواء بتوصيفات المجتمع الدولي أو سواء مما يعانيه المواطن السوري اليوم وعندما نحكي على جيش الإسلام الذي يقصف مدينة دمشق بسكانها مثلما النظام يقصف براميل متفجرة فكيف يمكن التمييز بينهما بالدعاء أنه فقط بتصريح السيد سمير نشار أنه ثائر أين الثورية في هذا الموضوع؟ وبالعودة إلى الموضوع الأساسي لا ولكن إذا كان من المقبول أستاذ ماجد أن تجلس المعارضة مع النظام وباعترافك هو يقصف الأماكن السكنية بالبراميل فما الذي يمنع الجلوس مع أطراف أخرى تقصف بالمقابل وتقوم بأعمال شبيهة؟ الفرق والوحيد أن النظام ملزم اليوم أو على الأقل يقول أنه أنا أقبل بالعملية السياسية مع تشكيكنا الكامل بجديته وبصوابية هذا المشروع ولذلك نحن نطالب بالمجتمع الدولي نطالب بجينيف نطالب بقرار من الأمم المتحدة أنه لا يملك المصداقية أما الأطراف الأخرى فعلى الأقل الائتلاف ذهب إلى جينيف وأدبياته تقول نحن نرفض جينيف المجموعات المسلحة اليوم ترفض خطة ديمستورا ترفض بيان فيينا ترفض العملية السياسية ولم تقدم أي بيان يقول نحن نقبل بالعملية السياسية ومن ثم نضع اشتراطاتنا اليوم الائتلاف المتحدث باسم الائتلاف اليوم ذهب إلى جينيف وأدبياته يقول نحن ضد جينيف كيف يمكن؟ أين هي مصداقياتي؟ مصداقياتي ضد ضبط تماما مثل مصداقية النظام طيب بدي أسألك سؤال آخر أستاذ مهجد بدي أعود للدكتور حسن لكن قبل ذلك مثلا معارض مثل السيد قدري جميل كان عنده مؤتمر صحفي أعتقد اليوم أو بالأمس في موسكو ممثل عن جبهة التغيير والتحرير السورية يعني بيقول لك أنه ضروري أيضا إيجاد حل لمسألة تمثيل المعارضة قبل إطلاق الحوار وفيما يتعلق بمقاء الأسد من عدمه بقول لك لا داعي لوضع شروط مسبقة قبل هذه المفاوضات هل هذا يعتبر مثلا معارضة مقبولة ويجب أن تشارك في العملية السياسية برأيك؟ أنا لا أملك حق التصنيف معارض من غير معارض وطني من غير وطني لا 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 نتحدث عن الوطنية نتحدث عن شخص يحمل يمكن أن يفاوض النظام شخصي على الطرف الآخر لنكن دقيقين هناك اليوم حجرة عثرة وضعها جميع أمامنا أولا النظام عندما قال الأسد أو نحرق البلد وعندما قالت بعض الأطراف السياسية أيضا الأسد أو بدون الأسد أو نحرق البلد الحل السياسي يقول بشكل واضح إذا كنا متفقين على جينيف بأنه يجب تأسيس هيئة حكم انتقالية من السلطة والمعارضة والمجتمع المدني بمعنى أن السلطة هي شريك في العملية السياسية أما مسألة الصلاحية الأسد فيمكن البحث عنها من خلال صلاحياته وصولا إلى المرحلة الانتقالية التي هي ستفرز الموضوع العملية السياسية في سوريا أو وضع الأزمة في سوريا أزمة متحركة وسريعة جدا لا يمكن وضع الشراطات مسبقة هذا كمان لا يريد أن يزوج ابنتها طيب دكتور حسن ما رأيك تحدثنا قبل قليل عن تصنيف من هو الإرهابي ومن هو غير الإرهابي فيما يتعلق بالجماعات التي تقاتل في سوريا الآن من هو المقبول ومن هو غير المقبول فيما يتعلق بالمعارضة يعني الكل لديه كل طرف كل قوة إقليمية كل جماعة لديها مجموعة أسماء معينة تعتبرها هي التي تمثل المعارضة كيف يمكن التوصل إلى حل لهذا المأزق برأيك يعني أنا أتصور من يستمع إلى الحوار الراقي ما بين ضيفيك العزيزين يكتشف تماما أن هناك فجوة كبيرة ما بين السوريين أنفسهم في تحديد ثلاثة أمور أساسية الأمر الأول من هو المعارض الثوري الذي يستحق أن يكون بديلا للنظام اتنين ما هو تعريف العملية السياسية وكيف تبدأ وما هي هل تبدأ بشروط أو تبدأ بغير الشروط ثلاثة من هم الأطراف الذين يمكن أن يمثلوا الثوريين في هذه العملية السياسية هذه الأطراف أو هذه العناصر الثلاثة بتقول لي أنا كمراقب يعني أعتبر نفسي مراقب محايد نسبيا هو أن هذا النوع من الجدل معناه أنه لن توجد عملية سياسية وهذا النوع من الجدل معناه أن تستمر الأزمة في سوريا بكل أبعادها الدرامية والتراجدية إلى ذمن كبير وطويل آخر دعني أقول هنا أنه من الصعب جدا أننا نتحدث عن شروط وعن عملية وعن من يقبل وعن من لا يقبل وفي نفس الوقت الشعب السوري يبتسيل دماؤه وتخرب موارده وممتلكاته ونحن نتحدث في مثل هذه الأمور المسألة ببساطة من وجهة نظري هل نريد حماية سوريا أب لا نريد حماية سوريا اثنين هل النظام جزء من العملية السياسية أنا أتكلم على النظام ولا أتكلم على الأفراد النظام بالمؤسسات الموجودة هل هي جزء ولا يمكن نقوم بعملية سياسية بيننا فيما بيننا بعيدا عن هذا النظام وهل هتكون هناك عملية سياسية بدون توافق دولي وإقليمي حوالين مفردات هذه العملية السياسية التي يمكن أن إذا ما تصورنا أنه وصلنا إلى لحظة التوافق الدولي والإقليمي حوالين مفردات العملية السياسية تصور في هذه الحالة سوف يقبل الكثير من الأعضاء المحليين مثل هذه الرؤية الإقليمية الدولية إذن نحن أمام جدل صعب للغاية لكن لابد من الأول وأخير أن يكون هناك طرف موحد لديه رؤية متكملة لكي يتفاوض مع النظام بدون الوصول إلى هذه النقطة سوف تستمر الأزمة السورية وهذا شيء مزعب للغاية هنا تكمن للموضلة دكتور خسن كما تدرك جيدا دكتور سمير ما رأيك هل يمكن أن تنسف مسألة اختيار الوفد المفاوض الممثل للمعارضة أن تنسف أي أمل للبدء في عملية سياسية أنا أعتقد أنه بدون مواقف ورؤية واضحة بالنسبة لفئات المعارضة من الجوهر المشكلة اللي يعتقد فيها أكثرية السوريين والإتلاف أنه هو بشار الأسد ونظامه لا يمكن الاتفاق بين قوى المعارضة للدخول فقط في عملية سياسية وبعدين منفكر في موضوع بشار الأسد اللي بيعرفوا سوريا كويس واللي بيعرفوها واللي عايشين فيها بيعرفوا أنه ما في فرق بين النظام وبين بشار الأسد بشار الأسد هو النظام والنظام هو بشار الأسد حافظ الأسد هو بناها النظام وهذا النظام هو اللي أنتج بشار الأسد فأنا أعتقد كلام نظري أنه نقول بدنا نفصل وندخل في العملية السياسية ونتجاهل أنه السبب الأساسي ليش انتفضوا السوريين؟ ليه انتفضوا السوريين؟ ليش دفعوا كلها الدم؟ لماذا بشار الأسد صاله أربع سنوات عب يدمر بسوريا وليش عب يشرد نصف الشعب السوري ما هو الصراعه بشار الأسد تحديدا هو المسؤول هو من حمله المسؤولية ما بيصير نحكي كلام عمومي ونقول والله بنخلص دماء السوريين طيب مين اللي قتل السوريين السوريين كان عندهم سلاح السوريين هن طلعوا بمظاهرات وحاملين رشاشات ولا كانت المخابرات وقوى القمع هي اللي عب تتصدى للسوريين السوريين هن جابوا داعش نوري المالكي هو اللي سلم السلاح الأمريكي لداعش وداعش أجت مستوردة لسوريا من العراق لأنه شافت سيب بيها يجب الوصول إلى أرضية مشتركة عندما يقول مثلا شخص مثل السيد هيثم المالح بالأمس شخصية معارضة معروفة داخل الائتلاف عندما يقول أنه روسيا دولة محتلة للسوريا وأنه لا حديث عن مستقبل الأسد بل يجب أن أن يعتقل ويجلب أمام المحاكمة هل هذا موقف يعكس يعني واقعية معينة عندما تتحدث عن عملية سياسية هناك أمور يجب أن تقبل بها المعارضة وهي أنه هناك هناك طرف آخر في هذه المسألة ممثل بنظام الرئيس بشار الأسد ما رأيك في ذلك؟ أنا أعتقد أنه بيان جنيف واحد توفقت عليه القوى الدولية ولم يكن بحضور السوريين فعلا لا نظام ولا معارضة وبدأت جولات المحادثات وكانت بيان جنيف معد برعاية روسية أمريكية هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة يعني أن بشار الأسد لم يعود له أي دور هذا التفسير اللي روسيا ما أخذت فيه لأسباب والولايات المتحدة بتاريخه أخذت فيه كمان لأسباب هذا ودخلنا على المفاوضات الجدية والحقيقية تبين أنه الروس من جدين أبدا بهيئة حكم انتقالية تبين أنه من جدين أبدا على الرغم من أنه الاقتلاف والأخضر البراهيمي فرض أنه فيه مسارين مسار لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي ومسار لمكافحة الأرهاب النظام السوري بتأييد روسي رفضوا ذلك إذا نأتي على بيان مؤتمر فيينا نرى أن هناك محاولة مقصودة وملغومة للتملص والتنصل لبيان جنيف واحد من قبل الروس تحديدا ونتيجة ربما اتفاقيات أقليمية ودولية ولكل دولة حسب مصلحتها دكتور سمير فقط خلصا على الوقت ما ضلش عندي وقت كتير سمحتي لي بدي أسمع في دقيقة واحدة من الأستاذ ماجد إلى رد على بعض هذه النقاط وسندخل في مسألة من الذي يفاوض من الذي لا يفاوض هل سيكون هذا هو النقاش وفي أثناء ذلك يستمر القتل وإراقة الدماء في سوريا ما رأيك أستاذ ماجد بداية لو سمحت يعني الجميع يعرف المجتمع الدولي والإقليمي قبل السورية العملية في سوريا أو الأزمة في سوريا أزمة مدولة واليوم الأطراف الإقليمية والدولية هي التي تتحكم بمصير السوريين أما أن أضع نفسي اليوم في مواجهة المجتمع الدولي والإقليمي وخصوصا على أقله فيما يتعلق في بيان جنيف اليوم بيان جنيف أجي قدم لي وصفه وفي المرة السابقة قدم لي وصفه قبل ثلاث سنوات في 2012 قدم لي وصفه أيضا كان السوريين أيضا غائبون اليوم المطلوب أنه لا يكفي أن أنحر الجدار برأسي في مواجهة النظام أن أنحر أيضا في مواجهة المجتمع الدولي يجب أن نتمتع بالواقعية السياسية هذا لا يعني التخلي عن أحلامنا السياسية نحن نطمح إلى مجتمع ديمقراطي أزمتنا في سوريا هي أزمة استبداد ولكن اليوم لدينا معطيات عديدة في سوريا نحن الأضعف في كل المستويات نظاما ومعارضة المعارضة مرتهنة بكل طافعة بيقول للأستاذ سمير أنه والله يتبع العواصم فهو أيضا يتبع العاصمة موجود هو فيه اليوم الكل مرتهن النظام أيضا هو الأضعف في الحلف الذي هو موجود فيه كيف يمكن لنا نحن كسوريون أن نشترع حال سياسي مثل ما قال صديقنا من القاهرة يوقف الدم هل نقاتل المجتمع الدولي كله؟ سأعطي أيضا لدكتور حسن داية فقط لنقتتم هذا الحوار ما رأيك دكتور حسن؟ كيف الخروج من هذه المسألة؟ هل الدول الإقليمية والدولية الأطراف الإقليمية والدولية عليها أن تلعب دور أكبر ربما في هذا الموضوع؟ نحن نرى عملية بتشارك فيها قوى دولية وقوى إقليمية بتحاول أن تصل إلى نقطة وسط فيما بينها وأنا أتصور أنه لابد أيضا على السوريين كفة السوريين سواء كانوا مسلحين معارضة معتدلة معارضة مسلحة معارضة في الخارج معارضة في الداخل أن تجد سبيلا أيضا لكي تكون لديها رؤية واحدة لإعادة بناء سوريا دون أن يتوافق السوريون سيظل الواضح كما هو الآن يلعب أو يتحرق في نفس النقطة للأسف الشديد إذا نحن في كل مرة سوف نتحدث عن بداية الأزمة وعن المسئولية فقط على النظام وعلى رأس النظام دون أن ننظر إلى التدخلات الدولية المختلفة والتدخلات الإقليمية المختلفة سواء كان تدخلا إيجابيا أو تدخلا سلبيا فهنا نحن لن نتقدم خطوة إلى الأمام نحن بحاجة إلى أن نتحلم ليس فقط بالواقعية وإنما أيضا نتحلم بالحكمة ونتحلم أيضا بروح التحدي تحدي هذه الأزمة بحيث نحاول بقدر الإمكان أن نحمي أرواح السوريين وأن نحافظ على ما باقية لهم من أرواح وما باقية لهم من ممتلكات شكرا جزيلا لك الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام لدراسات السياسية والاستراتيجية كان معنا من القاهرة شكرا لضيفنا من اسطنبول الدكتور سمير نشار عضو الائتلاف الوطني السوري ورئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق وشكرا أيضا لضيفنا من ستوك هولم السيد ماجد حبو المتحدث الرسمي باسم تجمع عهد الكرامة والحقوق شكرا لكم جدا شكرا لكم شكرا لكم المصر